اشتركوا في القناة من هذا البرنامج التكويني الذي تشرف عليه القناة الثقافية بشراكة مع وزارة التربية الوطنية درسنا لهذا اليوم سوف يتناول واحدة من أهم المسائل أو بالأحرق واحدة من أهم المفاهيم الفلسفية الذي ينضوي بالأساس تحت لواء مجزوءة السياسة من دروس السنة الثانية البكالوريا وهو درس مخصص ليس فقط لشعبة بعينها وإنما هو لكل الشعب والمسائل إذن قبل أن نبدأ في مناقشة مكونات هذا الدرس أتمنى منكم أن تحضروا ورقة وقلما لتسجلوا أهم الأفكار ولتطرحوا أيضا بعضا من الأسئلة على اعتبار أن التفكير الفلسفي هو تفكير إشكالي وتساؤلي بالأساس إذن ننتقل الآن إلى عرض محاور هذا الدرس كما تشاهدون على السبورة التفاعلية يتكون درس الدولة على غرار الدروس الأخرى في برنامج مادة الفلسفة في السنتين الأولى باكالوريا وحتى في الثانية باكالوريا نفس البنية دائما محور أول ثم محور ثاني ثم ثالث وهكذا حصتنا لهذا اليوم سوف تسلط الضوء بالأساس على هذا المحور الأول وهو محور مشروعية الدولة والغاية من وجودها لكن قبل أن ندخل إلى هذا المحور ونستكشف الأسئلة التي سنتيرها والتي ستقودنا باعتبارها نجوما ساطعة في هذا المحور تهدينا نحو مجموعة من القضايا والأفكار التي نحن بحاجة إلى معرفتها في هذا الموضوع قبل ذلك أريد أن أطرح عليكم سؤالا بما أننا اليوم في عصر العلوم والتقنيات أليس بادل إلى أدهانكم أحيانا أو ربما دائما سؤال مفاده ما هو أهم اختراع اخترعه الإنسان قد يقول قائل منا أهم اختراع اخترعته البشرية هو العجلة لماذا؟ أنها مكنت الإنسانية من نقل مواد وموارد كان يسعب على الأفراد أو الخيول أو الحيوانات التي تتكلف بعملية النقل في عصور وقرون ماضية وقد يقول قائل آخر أن أهم اختراع هو السلاح الناري الذي مكن الإنسانية من أو مكن بالأحرى بعد الأمم من التفوق على أمم أخرى وقد يقول قائل ثالث أن أهم اختراع هو الحاسوب عضراً للإمكانات الكثيرة التي يمكننا منها وأنتم الآن ربما تشاهدون هذه الحصة سواء عبر التلفاز أو عبر الحاسوب من خلال قناتكم الثقافية أو من خلال منصة تلمد تيس لكن دعوني أقول لكم أن أهم اختراع اخترعته البشرية لهذا ولدك وإنما هو الدولة ما الذي يجعل من الدولة اختراعاً عظيماً بالنسبة للإنسان لنقل بالسؤال هل يكون الإنسان إنسان خارج الدولة كلا إنما أكدته الأبحاث الأنتروبولوجية وحتى بعض الاكتشافات أن البشر الذين عاشوا منعزلين عن المجتمع والدولة كانوا أشبه بالحيوانات بل كانوا حيوانات ولم يكونوا بشراً حالة فيكتور دولافيرون صبي في غابة فرنسا عطر عليه في سنة أظن 1805 طفلتان هنديتان أمالا وكمالا لونفون سوفاج في غابات طنزانيا وحالات كثيرة جداً فالذي يأنسننا ويعطينا طابع الإنسانية ويجعل منا كائنات عاقلة مفكرة هو انتماؤنا إلى الدولة فالدولة أكيد أن الإنسان عبر التاريخ قام باكتشافها اختراعها ثم تطويرها من خلال التطوير الذي قام به لأنظمة الحكم وطرق تدبير الشأن العام عبر أنظمة مختلفة ميز فيها مثلاً أرشتو في كتابه السياسات بين ثلاثة أنظمة النظام نظام الفرض الواحد ويسميه بالنظام المنرشي والملكي ونظام الفئة النخبة للت نظام الأرستقراطية نخبة من الناس لديها تقافة ولديها معرفة ولديها علوم تمكنها من بسط نفوذها على المجتمع أو تملك رأس مالاً تقافياً ومادياً إلى آخر ثم الشق التالت الذي تحدث عنه أرشتو وهو النظام الديمقراطي وهو نظام الكل فالدولة تم تطويرها بين هذه الأنواع الثلاثة وتم الحديث عن أنواعي الحكمي وتطويرها في دائماً في سياق الاشتغال على هذه الجوانب الثلاثة إذن المجتمع لا يمكنه أن ينظم نفسه بدون دولة المجتمع بما يملكه من أدوات تنظيمية غير قادر على كبح نوازع الشر داخل نفوس الأفراد فكل واحد مننا لو لم تكن الدولة لا إن فلتت منه نوازع الشر ولأصبحنا نعيش في وضع يشبه وضع الأفلام والمسلسلات قس على ذلك مثلاً الفيلم الشاهير دي بيرش فيلم التطهير الذي تحدث عن وضع تغيب فيه الدولة لنسف يوم فقط فيبدأ الناس في الاقتتال وفي انتهاك حرومات بعضهم البعض وكذلك في سرقة بعضهم البعض والانتقام العبتي تجاه بعضهم البعض من هنا تكمن أهمية الدولة ومن هنا نستحضر أهمية هذا الموضوع الذي نناقشه قلت سنسلط الضوء بالأساس على هذا المحور محور الدولة مشروعيتها والغاية من وجودها فل نتوكل على بركة الله كما تشاهدون معي هنا في الصبورة التفاعلية يتكون هذا المحور من أسئلة فرعية تقودنا في النهاية المطاف إلى بناء الإشكال الذي نبحث عنه وهو إشكال يتضمن مفارقة وسيغة بطريقة تراعي البساطة وتراعي الوضوح وهذه ميزة أساسية لا بد أن تحضر في الإشكالات التي تتم سيغتها بعيدا عن ذلك الإشكال الذي يكون يعني مساغا من جمل مركبة وعويسة وملتبسة فهذه المسألة يجب أن ننتبه إليها كثيرا حتى تكون كتابتنا تتميز بطابع الوضوح والتناسق والانسجام المنطقي من بين الأسئلة التي يمكن طرحها في هذا المحور سؤال ما الدولة وهو سؤال يتجه مباشرة نحو ما هي الدولة وليس لفظ الدولة نحن لا نبحث هنا في التعريف اللغوي وإنما نحن نبحث عن ما تكونه الدولة عن وظائف الدولة عن ممارسات الدولة عن أشكال الدولة وأنواعها عبر التاريخ بطبيعة الحال سنجد أنفسنا إذا ما طبقنا تحليلا سوسيولوجيا للواقع وأنتربولوجيا أيضا وحتى تحليلا تاريخيا سنجد أنفسنا أمام أنواع متعددة من الدول عبر التاريخ دولة الدولة التيوكرا الدينية الدولة المنارشية التي يكون فيها نظام الملكي الدولة التي يكون فيها نظام حكم جمهورية الدولة التوتاليطارية التي يكون فيها الحكم لصالح حزب واحد وتنظر إلى نفسها على أنها هي الكل وأن الفرض هو لا شيء فكل شيء يجب أن يدوب في تلك الدولة ولا يجب أن يكون هناك لا صوت معارض ولا صوت يسبح أو يغرد خارج السرب وهذا وضع عايشته الإنسانية مع تجارب الفاشيين والنازيين في أوروبا وحتى في بعض البلدان المجاورة سؤال آخر يمكن أن يتبادل إلى أدهاننا وهو سؤال ما معنى أن يكون وجود دولة ما مشروعاً ما الذي يدفي طابع المشروعية الليجيتيميتي على الدولة أي ما الذي يجعل نظام الحكم نظاماً مقبولاً من طرف الشعب من طرف المواطنين أو حتى الرعاية إن شئنا الحديث عن الدولة القديمة في مقابل الدولة الحديثة دولة المواطنة وحقوق الإنسان إذن هذا أيضاً سؤال محوري لأنه يبحث في الأمور التي تجعل من وجود الدولة أمراً مشروعاً سؤال آخر وهو سؤال هذه المرة ينقلنا من الأسئلة المباشرة إلى الأسئلة الإشكالية الأسئلة التي تقوم على طابع المفارقة فنقول هل الدولة غاية في ذاتها أم مجرد أداة تلبي احتياجات الأفراد وإذا شئنا تطوير هذا السؤال نقول مجدداً هل تتمثل الغاية من وجود الدولة في ضمان السلم والأمن للأفراد أم في حماية حقوقهم وممتلكاتهم أم في تحرير عقولهم وأبدانهم ثم نطرح سؤالاً آخر طبيعة الحالة الأسئلة سنجيب عنها من خلال التصورات الفلسفية التي انشغلت بها واهتجست بهذا الموضوع وقدمت إجابات كافية ووافية حوله فقلت السؤال الأخير سؤال النقدي بالأساس طرح من طرف الفوضويين وطرح أيضاً حتى من طرف الماركسي أليست الدولة مجرد أداة في يد الطبقة المسيطرة على اعتبار أن الماركسية كما سنرى تنظر إلى الدولة على أنها ليست ليست جهازاً محايداً وإنما يدائماً تقوم بممارسة لعبة داخل المجتمع بحيث تحابي فئة على حساب فئات أخرى وبطبيعة الحال هذه الفئة التي تحضى بالمحابات هي الفئة المسيطرة والفئة المتغلبة إذن هذه الأسئلة يمكن أن ندوبها بعد كل هذا التحليل وبعد كل هذا النقاش يمكن أن ندوبها في إشكال واحد هو هل الدولة وسيلة أم غاية في ذاتها إذن للإجابة عن هذه الإشكالات لفحص هذه الإشكالات لتفكير في هذه الإشكالات والتفكير في القضايا التي تتيرها سوف نتعرف على مجموعة من الآراء الفلسفية كما تنظرون في صبورة التفاعلية هذه الآراء سيتم تقسيمها إلى اتجاهي أساسيين اتجاه الأول يتحدث عن مشروعية الدولة ويربط أو يرهن وجودها بغايات محددة واتجاه ثاني ينظر إلى الدولة على أنها مجرد أداة ووسيلة وهنا التوتر في الإشكال الذي تم طرحه قبل قليل هل الدولة مجرد أداة الناس تخيم أم هي غاية في ذاتها أم بطبيعة الحال تحاول أن تحقق أيضا غايات أخرى فيمكن أن نسمي هذا الاتجاه الأول إن شئتم بطبيعة الحال أن نختار له إسمان الاعتبار أن هذه الفلسيفة الذين يتضمنوا ماذا الاتجاه يمكن أن نتحدث عن فلسيفة العقد الاجتماعي يمكن أن نتحدث عن الفلسيفة الأنواريين بلغة هيكل الذي وجه لهم نقدا يعني نقدا قام كما سنرى قام ب احتضان أفكارهم وتجاوز في ببعض حسب طبيعة المنهج الجدلي الذي يتبعه الفلسوف الألماني فريدريكي فإن شئتم أن نسمي هذا الاتجاه يمكن أن نقول عنه اتجاه الغايات أو الاتجاه الغائي الذي يربط وجود الدولة بغاية تحققها فما هي هذه الغايات التي يمكن للدولة أن تحققها بالأساس ثم الاتجاه الثاني الذي سوف يوجه نقدا لمفهوم الدولة وينظر إليها على أساس أنها لم تكن محايدة أبدا في التاريخ أو عبر التاريخ وإنما لعبت دائما دور الأداة التي تحمي مصالح فئة على حساب فئة أخرى وهذا الاتجاه يتضمن بطبيعة الحال تجاه الماركسي وأيضا تجاه الفوضوي وللإشارة فقد احتدم نقاش مهم في القرن التاسع عشر بين كارل ماركس نفسي وبين جوزيف برودو من خلال إصدار كل واحد منهما لكتاب يتناول ويتعرض فيه للدولة ونظام الحكم من وجهة نظره الكتاب الذي أصدره جوزيف برودو وكتاب بؤس فلسفة البؤس فأجابه كارل ماركس بكتاب بؤس الفلسفة إذن سنحاول التفكير مع هذه التجاهات في الإشكال الذي طرحناه قبل قليل إشكال هل الدولة سيلة أم غاية في ذاتها هل الدولة تلبي احتياجات الأفراد أم أنها هي فوق تلك الاحتياجات إذن سنحاول أن نتوقف عند فلاسفة عصر الأنوار الذين تحدثوا حول هذه القضية وهذه المسألة من خلال مجموعة من الكتابات أصدرها لنأخذ مثلا الفلسوف الإنجليزي توماس هوبس في القرن السادس عشر والذي كتب كتابه الشهير الليفيطان وأيضا كتاب لسي تويين وهي كتابات تتناول قضية الدولة في هذه النقطة التي نريد المناقشتها أيضا يمكن أن نتحدث أو سنتحدث أيضا عن الفلسوف الإنجليزي جون لوك وأيضا الفلسوف الهولندي باروخ سبينوزا ثم نرى مجمل النقد الذي وجهه إليهم فريدريك هيكل لكن قبل ذلك لا شك في أنكم تتساءلون حول ما بال الأستاذ يلقي علينا درسا حول الدولة ولم يعرف الدولة إلى حد الأهل ما هي الدولة وما الذي تكونه هذه الدولة بالأساس أليس من العادة أن نبدأ في أو عند كل درس بتقديم تعريف للمفاهيم التي سوف نشتغل بها بطبيعة الحال لم أشأ أن أدخل في مسألة التعريف على اعتبار أنها موجودة وكثيرة والتعريف في نظري يجب أن يتم بنائه عبر صيرورة الدرس في نهاية الدرس يجب أن نكون نحن تعريفا خاصا بنا حول مفهوم الدولة تعريفا يبين ويبرز مدى استيعابنا لما تكونه الدولة وإن جرت العادة أن يقال عن الدولة بأنها مثلا هي تلك الهيئة التي تصهر على تنظيم المجتمع هي السلطة التي تدوب فيها إرادات الأفراد هي أيضا مجموعة من المؤسسات من حكومة وجيش وأمن ومصالح تعليمية ومصالح طبية وإعلاء إلى آخره هي مجموعة من الأجهزة بلغة الفيلسوف الفرنسي الوي التوسير أجهزة قمعية وأجهزة إيديولوجية ولكن لم أشأ أن أدخل في لعبة التعريفات لأنني أود منكم من خلال الورقة والقلم الذي طلبتكم قبل قليل أن تحملهما معكم من خلال الأفكار التي تم تسجيلها في الورقة تهيئون في نهاية المطاف تعريفا خاصا بكم إذن ما الذي قاله توماس هوبس حول الغاية من تأسيس الدولة الدولة الغاية من تأسيس الدولة عند توماس هوبس ترتبط بمفهوم أساسي هو حالة الطبيعة فالحالة الطبيعة عند توماس هوبس هي حالة افتراضية وسابقة على وجود الدولة قبل أن تكون الدولة فيما يفترضه توماس هوبس وهو بطبيعة الحال تأثر بأحداث عصره وبالتورات وبالانقلابات التي وقعت في عهده ومقتل حاكم بريطانيا ومجيء حكومة كرومويل إلى آخر من الأحداث التاريخي ولكن هي أحداث ساهمت في تشكيل فكرته حول الغاية من وجود الدولة فلما رأى أنهار الدماء قد صارت وتسري بين الناس وأن الناس يقتل بعضهم البعض تبين له أن مسألة وجود الدولة هي مسألة ضرورية ومهمة وأن الغاية من وجودها الغاية التي تسعى الدولة إلى إثباتها هي ضمان السلم والأمن لأفراد المجتمع كيف يحدث هذا؟ طبيعة الحال لديكم نص طمس الطريقة 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 برر بها طوماس هوبس مسألة الغاية من وجود الدولة فختاما لكي يحدث السلم والأمن ولكي تكبح النوازع الشريرة في الإنسان على اعتبار أن الإنسان في نظر هوبس يحمل طبيعة قاسية طبيعة عدوانية طبيعة شريرة فهو دئب للإنسان هذه مقولة مشهورة لطوماس هوبس لذلك لكبح هذه النوازع لابد أن يجدم عن الناس وأن يقرر التخلي عن حريتهم المطلقة التي إذا ما أضيفت لها تلك النوازع الشريرة كما يعني كما نضيف الزيت على النار فلابد أن تحدث الفوضى وتحدث الأحداث المأساوية لذلك هذا كله سيؤدي هذه النوازع الشريرة هذه الحرية المطلقة ستؤدي في نهاية المطاف إلى حرب شاملة بين البشر لا تبقي ولا تضر وستهدد الجميع بالفناء فيكون الخيار أمامنا هو أن نتنازل عن حريتنا المطلقة عن حقوقنا لصالح هيئة أو شخص واحد سماه هو بـ الليفياطا وهذا الشخص هو الذي يتكلف بي أو يتكفل بإحقاق الحق وتطبيق القانون وردع القوى المختلفة هذا هذا هو تصور طوماس هوبس لمسألة الدولة لمسألة الغاية من وجود الدولة أما بالنسبة لجولوك فهو نظر إليها نظرة أخرى وهي أن الغاية من وجودها لا تتمتل فقط في ضمان السلم والأمن وقمع الأفراد وإنما حماية خيراتهم المدنية حماية حقوقهم السماح لهم بممارسة معتقداتهم وشعاراتهم الدينية وهنا نجد عنده في فلسفته نلمس بذورا لفكرة الدولة المتوافقة مع الدين الدولة المتسامحة الدولة العلمانية الدولة التي تسمح لجميع البشر بممارسة معتقداتهم الدينية في السياق نفسه نجد باروخ سبينوزا الذي انتقد تصور هوبس للدولة لأنه يؤدي في نهاية المطاف الحفاظ على السلم والأمن يؤدي إلى دولة قمعية تقمع الأفراد لذلك سبينوزا الذي عانى من الحرمان من طائفته اليهودية وعانى أيضا من مراقبة أفكاره ولم يسمح له بإصدار كتبه وإنما كانت من الكتب التي تحمل تحت المعطف وكان كتابه العمدة رسالة في اللهوتي والسياسة عمدة بطبيعة الحال في المسائل السياسية لأنه كتابه الأساسي وكتاب الأخلاق في كتابه رسالة في اللهوتي والسياسة يتير هذه النقطة نقطة أن الغاية من وجود الدولة هي تحرير عقول ونفوس الأفراد لكن كل هذه التصورات سوف تلقى انتقادا من طرف فيلسوفي الجدلي فيلسوفي العقل فريدريك هيكل الذي نظر إلى الدولة أنها نعم هي بالأساس تسعى إلى إسعاد الناس جميعا وهذه وظيفة وهذه الغاية منها ما الغاية منها إن لم تكن تسعى في إسعادنا وفي تلبية احتياجاتنا من أمن وخيرات مدنية ودينية وحفظ عقولنا ونفوسنا وتحريرنا إلى آخره ولكن بالأساس بالنسبة لفريدريك هيكل لا يقف الأمر عند هذا الحد بل إن الدولة هي الخير الأسمى وإن الإنسان نفسه لا يساوي شيئا خارج أسوار الدولة لذلك كانت الدولة مسألة ضرورية وكانت الغاية منها أمرا أساسيا وضروريا في الختام كان بيودي أن أتحدث عن أمور أخرى ولكن في أقل من دقيقة سأختم هذا الموضوع بالإشارة إلى أن هذه فقط كانت إضاءات ومساحات للتفكير مع هؤلاء الفلاسفة في قضية مهمة وهي قضية الغاية من تأسيس الدولة أتمنى منكم أن تعودوا إلى النصوص المبتوطة أو التي سيبتم وضعها تحت أو رهن إشارتكم في منصة الميتيس وأيضا أن تعودوا إلى النصوص الموجودة في الكتب المدرسية هي نصوص مهمة وتشتغلوا عليها حتى تتضح لكم الصورة أكثر فأكثر ومتمنيات لكم بموفور الصحة والعافية وإلى اللقاء في حلقة أخرى ترجمة نانسي قنقر